وأمام العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة المستمر منذ مئتين يوم واصلت مصر أداء دورها التاريخي لمؤازرة الشعب الفلسطيني إلى جانب الجهود السياسية شاملت الجهود المصرية الشقة الإنساني والإغاثي لمساندة الشعب الفلسطيني في القطاع خلال هذه الأزمة منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة لم تقف مصر مكتوفة الأيدي بل وصلت جهودها في تقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في غزة سعيا للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع وفي ظل العراقيل المستمرة والكثيرة التي تفرضها إسرائيل على إرسال المساعدات الإنسانية تمكنت مصر من إيصال آلاف الأطنان من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح البري الذي لم يغلق لحظة واحدة منذ اندلاع الأزمة لتدفق المساعدات الإنسانية سواء المصرية أو الدولية إلى سكان القطاع وخلال المئة يوم الأولى من العدوان الإسرائيلي استطاعت مصر تقديم سبعة آلاف طن من المساعدات الطبية وخمسون ألف طن من المواد الغذائية بالإضافة إلى أحد عشر ألف طن من المواد الإغاثية الأخرى وثمان وثمانين سيارة إسعاف جديدة كما تم إدخال أربعة آلاف وخمسمائة طن من الوقود وغاز المنازل خلال نفس الفترة وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة حوالي تسعة آلاف شاحنة منذ بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة وفي نفس الفترة استقبلت مصر ألف ومائتي وعشر من المصابين والمرضى من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وببعض الدول الشقيقة والصديقة ومعهم نحو ألف وخمسة وثمانين مرافقا إضافة إلى عبور ثلاثة وعشرين ألف شخص من الفلسطينيين والرعاية الأجانب ومزدوجي الجنسية والفين وستمائة وثلاثة وعشرين مصريا من العالقين بالقطاع ومع اجتداد الأزمة على مدار مائتي يوم متواصلة كثفت مصر من جهودها لدعم أهالي غزة بتقديم المزيد من المساعدات بما يساهم في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها أهالي القطاع فكان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة إلى ثلاثمائة شاحنة يوميا وهو ما أثمر عن إدخال أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمائة شاحنة مساعدات عبر منفذي رفح وكرم أبو سالم خلال شهر أبريل الجاري فقط وعلى جانب آخر من الجهود المصرية استقبل مطار العريش منذ الثاني عشر من أكتوبر الماضي أكثر من سبعمائة وخمسين طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية منها 610 طائرات مساعدات و140 طائرة وفود دولية تزامنا مع الجهود المصرية على المسارين السياسي والإنساني وبالتعاون مع مختلف الأطراف والقوى الإقليمية والدولية لدعم جهود التهدئة وضمان إنفاذ المساعدات العاجلة إلى داخل قطاع غزة تواصل القوات الجوية المصرية مهامها الإنسانية في إسقاط أطنان من المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني ضمن تحالف دولي تم تشكيله للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهونها في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون انتظام دخول المساعدات بصورة كافية لأهالي القطاع إشادات دولية بدور مصر في تأمين إمداد غزة بشريان الحياة عبر المعابر البرية مرورا بالإسقاط الجوي للمساعدات الغذائية حيث تعتبر مصر هي الركيزة الأساسية التي تسمح بوجود الأمل على الجانب الآخر من الحدود من أجل رفع معاناة غزة جراء العدوان الإسرائيلي